مباركة أهلا بكم في حلقة جديدة نتبع فيها تصريحات أسيمة لخليفي رفيق عبد السلام خليل زيبيا يسين العياري بشأن رئيس الجمهورية قرارات الأخيرة والتعيينات خاصة الأخيرة خلينا نبدأ بيسين العياري اللي أحكي على موقف عدة دول من تونس ومن رئيس الجمهورية وقال إنه في قصر قارتاج هناك انقسامات كبيرة تقريبا نفس الشيء أو قريبا نحكي عليه رفيق عبد السلام إذن يسين العياري يقول إلي اتحاد الشغل هو اللي بيش يحطم الانقلاب العسكري هذا ما أكدو عضو حركة أمل وعمل يسين العياري إنه قال في مباركة بلدين ومن القوى العظمى على غرار أمريكيا ألمانيا فرانسا دول خليج زيدي يقول حسمت أمرها في رئيس الجمهورية قيس سعيد قال إلي قصر قارتاج يعيش انقسام حاد بين شقي وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة ديوان نادي عكيشة وكانت فما أخبار خرجت سابقا من أنه فما انقسامات في فريق رئيس الجمهورية الزوز يعني شق نادي عكيشة والفريق اللي معاه والشق الثاني توفيق شرف الدين واللي معاه والزوز شقوق هذوما يعني مختلفين وفما صراعات بنتهم حسب تقارير وتسريبات من قصر قارتاج يشير ياسين اللاعياري لأنه أخلب الأحزاب تلقت إشارات بنهية الانقلاب من أصدقائها في الخارج قال زيدي ياسين اللاعياري أنه اتحاد الشغل هو قاعد ينسق حاليا مع حركة النهضة على تعبير ياسين اللاعياري وهو اللي بشي قود مرحلة تحتيم الانقلاب اليوم حركة النهضة ما يهم هيش يكون يسقط قيس سعيد المهم عندها هو أنه توصل إلى الغاية وهو عودة البرلمين والإتاحة برئيس الجمهورية عزلوا في قصر قارتاج عزلوا سياسيا إلى غير ذلك من الأمور نلقاه أيضا أنه ياسين اللاعياري يقول أنه اتحاد الشغل هو اللي بشي قود مرحلة تحتيم الانقلاب وقال أنه مبادرة مواطنون ضد الانقلاب تعجاه هر بن مبارك انتهت تقريبا لأنه تجذبت داخل هذه الجبهة أو هذه المجموعة حالت دون استمرار التجربة وقيادة المرحلة وعندهم برشة مواطنون ضد الانقلاب ما عملوش حتى تحرك خلينا نشوفوا شخصية أخرى معروفة بخصومتها لرئيس الجمهورية رفيق عبد السليم صهر راشد الغنوشي يقول لو كين فما عدسات كاميرا تنقل لكم ما يدور في القصر يعني قصر قارتاج لرأيتم العجب العجب شنو عنده معلومات خلينا نشوفوا رفيق عبد السليم شنو اللي قال قال فما الصراعات الشقوق تعصف بالقصر وحرب مفتوحة داخل معسكر الانصار الذين يتربصون شرا ببعضهم ويشهرون السككين في وجوه بعضهم البعض استعدادا للنزال الكبير هي صراعات تحركها الرغبة في التموقع وافتكيك أكبر نصيب ممكن من غنيمة السلطة لا غير خاصة وأن الكثير منهم لا سابقة نظالية أو تاريخية لهم ودخلوا عالم السياسة بمحظ الصدفة يقول رفيق عبد السليم كل ما تسمعونه من حديث عن النزاهة ومقاومة الفسيد هو دجل في دجل أي بلوت فارغ لأن جماعة القصر جمعوا حولهم كبار المفسدين والانتهزيين وقال لو كان عدسات الكاميرا تنقل لكم ما يدور في القصر لرأيتم العجب العجاب ولا أصبحت صراعات البرلمان لعب أطفال أمام عش الدبابير وما تحاك فيه من مؤامرات سندكروا الناس الكل بموقف رئيس الجمهورية مما يحدث في البرلمان المعارك التشابك بالأيدي الدمسيل كما نقوله في البرلمان وهذه كانت حجج يعتمدها رئيس الجمهورية قيسس عايد فيه تبرير تفعيله للفصل ثمانين من الدستور هذه الحجج قدمها لكل الأطراف سواء الوفود اللي زارت قصر قرتاج بيشتطل على حقيقة الأمور سواء أيضا في الاتصالة الهتفية خاصة مع الجانب الأمريكي الدول العربية كل الأطراف يعني اللي تصلت برئيس الجمهورية الجزائر أيضا كان من بين الحجج اللي برر بها لجوءه إلى الفصل ثمانين من الدستور هو أنه فما عبث في البرلمان فما عارك ومعروك فما شجار ضرب اعتداءات بالعنف ليلق بالبرلمان ترذيل العمل الأسيسي أو العمل البرلماني أو العمل الحزبي هذه يعني التهمة إلى الأحزاب وإلى البرلمان خاصة وإنه البرلمان يعني اللي فات برئيسة راشد الغنوشي راشد الغنوشي اللي مؤخرا يتحدى في رئيس الجمهورية ويقول البرلمان عائد أحب من أحب وكره من كره اليوم فما برش نواب رده عليه بأنه البرلمان هذي حلمة تحلم فيها يا راشد الغنوشي أنه البرلمان بش يرجع أحب من أحب وكره من كره نواب في البرلمان رده عليه وقالوله أنه البرلمان لن يعود أحب من أحب وكره من كره خلينا نشوف أسامة الخليفي مقرب من رئيس البرلمان المجمد أسامة الخليفي يقول إنه مانيش بحالة فرار وسأعود إلى تونس متى عادة الديمقراطية إنه مانيش بحالة فرار إما ما نرجع لما نرجع الديمقراطية يعني بعودة البرلمان رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي يقول اللي معارضته لرئيس الجمهورية لا تعني معارضته للدولة وقال إنه ما هوش نائب فار ولكن هو مهاجر مع عائلته منذ التسعينات ويقيم خارج البلاد يقول أسامة الخليفي إنه تجميد البرلمان غير قانوني وغير دستوري والعالم لا يعترف بالتجميد خليني نقول لكم نذكركم شوية بموقف أسامة الخليفي وحزب قلب تونس نهار خمسة عشر جويلية كان فمزوز مواقف تتصوروا أنتم في بضعة ساعات قليلة يكون فمزوز مواقف متضادين لحزب واحد شنوه ليسا؟ ديك أعلن رئيس الجمهورية وقت هالقرارات وعمل لك الخطابة ديك ديريك تومون الحزب خرج بين فيسا فيسا من إنه هذا انقلاب على الدستورة على الشرعية أتساترا في الصباح وبعد ذاك الفرحة الشعبية الكبيرة وبعد ما بديوا هكي يستمبطوا مواقف الدول وما فهمش ردود فعل معناها كبيرة عملوا هكي ويصدروا بيين ثاني ويقولوا هذك هو اللي بشي عملوا قيش صعيدة ذاك هو صحيح اللي عملوا نهار خمسة عشرين ذاك هو صحيح بعد ما أصدروا بيين في اللول قالوا اللي هو انقلاب وندوا بيه واستنكروا بيه كل شيء كي سألوهم قالوا لهم عليش قلب تونس يعني قلب يعني الموقف متاعه تبدل 180 درجة قالوا له لي عملنا مراجعات والبين اللوليني ما كناش موافقين عليه الناس الكل واجتمعنا وقيمنا الوضع وقررنا انه ندعمه معناها قرارات الرئيس بايه هي السيدي ميسايلش مبعد شنو اللي صار بعد التدوينات اللي كتفيه موسامي الأخليفي بيدو مبعد هو بيدو داراليو بين المقايدين فجأة ولا ضد وفجأة كان يمثل في تونس في برلمان الأوروبي في فيينا في النمسا وقال جريون نحنا في انقلاب وصير فينا وتسديرات اترا دونك ازدواجية الخطاب كشفت قلب تونس